اوضاع صعبة يعيشها النازحون الذين شردتهم الحرب في عدد من المحافظات التقديرات الاممية تشير الى ان مليونين ونصف المليون نازح هم عدد المشردين الذين هجروا منازلهم وقراهم ومدنهم بحثا عن ملاجئ اامنة جراء الحرب الدائرة في البلاد المفوضية العليا للاجئين اكدت ان هذه التقديرات مرشحة للارتفاع ووفقا لتقرير المفوضية فان عدد النازحين من محافظة تعز يعد الاكبر في البلاد حيث بلغ عدد النازحين منها نحو 555 الف تليها محافظة حجة ثم العاصمة صنعة ولفت التقرير الاممي الى ان محافظات صعدة وصنعة وعمران تضم اعلى نسب للنازحين حيث يشكلون في صعدة وحدها 33% من السكان ويعيش النازحون في عدد من المحافظات اوضاعا في غاية الصعوبة جراء عدم وصول المساعدات من قبل المنظمات الانسانية المحلية والدولية ويقبع الاف النازحين في مناطق ضيقة في المدارس وبعضهم في الكهوف واخرون في القرى الريفية وسط تحذيرات من منظمات انسانية بتتهور الوضع الصحي والبيئي للنازحين في المخيمات ما تسبب في تفشي الامراض وانعدام وسائل العلاج البسيطة اشتركوا في القناة